وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما يمارس عليهم كما طالب كوربين حكومة بلاده بمراجعة سياساتها الخارجية كوربين شدد خلال كلمته الختامية أمام حوالي 2000 من أعضاء حزبه في المؤتمر السنوي على ضرورة تبني سياسة خارجية بناءة ونزيها تقوم على دعم الديمقراطية وعدم دعم حكومات غير ديمقراطية كما هو الشأن في مصر والبحرين كما اعتبر أن السياسة الخارجية لتيريزامي تحفز النزاعات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط في ختام مؤتمره السنوي في مدينة برايتون حزب العمال البريطاني ينتقد أداء حكومة المحافظين مطالبا بوضع قيم بلاده في القلب من سياستها الخارجية زعيم الحزب جيرمي كيربن حث بريطانيا على تقديم دعم حقيقي لإنهاء اضطهاد الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الذي مضى عليه أكثر من خمسين عاما من أجل الوصول إلى حل حقيقي مبني على مبدأ الدولتين وأضافا على بريطانيا أن تساعد في حل الصراعات لا أن توفر لها مزيدا من الوقود الحزب قرر قبيل بئد مؤتمره منع حضور ممثلين رسميين عن السعودية والسودان احتجاجا على ما وصفها بجرائم حرب ارتكبت في حملتها على اليمن إضافة إلى انتهاكها لحقوق الإنسان وانتقد كيربن في خطابه ممارسات السعودية في اليمن وأوضاع الحقوق والحريات ورفض الصمت على تقويض الديمقراطية في مصر والبحرين كيربن دعا في وقت سابق للكف عن بيع الأسلحة إلى السعودية ورفض الصمت على ما وصفها بالحرب الوحشية التي تشنها السعودية على اليمن واتهم حكومة المحافظين برئاسة تيريزا مي بغض الطرف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستثناء الشأن السوري الذي لم يكن له نصيب في خطاب كيربن مواقف الحزب من القضايا العربية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص لا تزال كما هي بل إن البعض يرى أن لا خلاف جوهري في مواقفه مع حكومة المحافظين التي يتوجه لها بالانتقادات وربما تتلاشى تماما إذا ما تمكن الحزب من إدارة البلاد وتعامل بشكل مباشر مع هذه الملفات بروفسور حواش برأيك هل هناك فعلا تمايز في خطاب جيرمي كوربن حول تصوره للسياسة الخارجية لبريطانيا في علاقتها بالشرق الأوسط عن سياسة تيريزا مي هذا يوجد صوت تفضل أسمعك الآن أسمعك تفضل دكتور حواش أعتقد أن هناك بعض التباين بينهما ولكنه إلى حد ما بسيط هو تكلم عن أن القيم البريطانية بالذات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب صياغة السياسة الخارجية ولا أعتقد أن تيريزا مي قد تختلف معه السؤال هو التطبيق فمثلا كما أشار إليه التقرير عندما يأتي الأمر إلى المملكة العربية السعودية تيريزا مي متحفظة جدا على انتقاد السعودية لأنها مهتمة جدا ببيع الأسلحة لأن هذا جزء من التجارة الخارجية لبريطانيا أما كوربن فصل من ناحية أخلاقية قال السعودية تنتهي حقوق اليمنيين ولذلك يجب أن لا نبيعها أسلحة واستعرض مواضيع أخرى الواقع هو التركيز بالذات على الموضوع الفلسطيني الذكر يمكن لأول مرة كبند في خطاب رئيس العربية ولكن كان هناك تصفيق حار في قاعة المؤتمر عندما تم الحديث عن انتهاكات الاحتلال على الشعب الفلسطيني نعم هذا صحيح ولكن مثلا في البيانات التي أصدرت خلال فترة الانتخابات الماضية كان حزب العمال قد تعهد بالاعتراف بالدولة فلسطين بيوم أخذه للحكم كما يقال بالنجيزي على طول ولكن لم يشر إلى ذلك خلال خطابه ولكن كان مهم جدا الإشارة إلى الوضوع الفلسطيني وكان بالذلك مهما لأن للسنة الثانية كان هناك محاولة من اللوبي المساند لإسرائيل للضغط من خلال استعمال وجود معادين الإسلامية بداخل الحزب العمال لتراجع جيرمي كوربين والحزب الكلام عن فلسطين في الواقع هي أول مرة يتكلم فيها جيرمي كوربين عن فلسطين منذ أن انتخب قبل عامين فهذا مهم جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية أنه تحدث عنها ولكن أيضا كما قلت هو تحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وأن السياسة الخارجية لبريطانيا عندما يأتي الحزب العمالي للحكم قد تكون أفضل وأخلاقية ولكن السؤال دكتور حواش عندما يطالب بأن تكون سياسة الحكومة البريطانية الخارجية مبنية على الأخلاق وليس المصالح ثم يتجاهل الموضوع السوري نهائيا ويدين مصر والسعودية والبحرين ولا يدين نظام بشار الأسد الذي قتل مليون من أبناء شعبه ودمر بلده نعم في الواقع كان خطابه أكثر من مدة ساعة وربع وكانت هناك طبعا موضوع السوري مهم جدا والانتهاكات في سوريا مهمة جدا ولكن خطابه طبعا كان شاملا كان هناك الموضوع الهام وهو موضوع خروج بيطانيا من الاتحاد الأوروبي الاقتصاد ما حصل في الحريق الذي جرى في مبنى عالي في لندن يعني كما قلت حتى في الموضوع الفلسطيني لم يقل كل ما كنا نتطلع إليه ولكن نعرف موقفه السابق كعضو برلمان فقط عندما كان ضد مثلا الحرب على سوريا وغيرها فهنا نتكلم عن رئيس حزب يحاول أن يوائم بين الاتجاهات مختلفة وهذا هو سؤالي الأخير لك يعني ينتقد بأن يساري ربما يقول البعض يساري متطرف لا يدين ما يقوم به النظام الإيراني ولا حتى نظام فنزولا ولا حتى لم يتطرق لنظام بشار الأسد ألا يقدح إذن هذا بمصداقيته عندما يتحدث عن الأخلاق في السياسة الخارجية أعتقد أنه خلال السنة القادمة أو السنوات القادمة سيتم ترجمة للسياسة العامة لحزب العمال إلى بنود محددة بالنسبة لإيران بالنسبة لليبيا مثلا ما هو موقف الحزب من ليبيا لم يتكلم عن ذلك تكلم مثلا عن الكونغو هو أعطى أمثلة للطريقة التي ستتوجه بها السياسة البريطانية في المستقبل إذا فاز حزب العمال والأسبوع القادم سنسمع تريزا ميت تتكلم عن سياسة المحافظين وأعتقد سترى نفس الشيء أنها لن تشرح كل المواضيع أو الموقف من جميع المواضيع ولكن هذه ما أشرت إليه نقطة هامة ننظر الآن إلى كيفية ترجمة السياسة الأخلاقية على مدى الأشهر والسنوات القادمة من الحزب العمال الذي نتذكر أنه قبل الانتخابات كان هناك كلام عن أن هذا الحزب نفسه سيدمر أما الآن أصبح هناك فرصة كبيرة لحزب العمال أن يفوز من الانتخابات القادمة وأن يصبح وزير رئيس الوزراء جيريمي كوربين وهو إنسان مهتم جدا بحقوق الإنسان وداعا لحقوق الشعب الفلسطيني شكرا جزيلا لك الكاديمي الفلسطيني بروفسور كامل حواش وهو أيضا نائب رئيس حملة التضامن مع فلسطين كما أشكركم عزيزي المشاهدين بهذا نصل إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة